لكي يتوفر هذا الصرح العظيم من إمكانيات شاهدناها في العرض السابق كان لابد من وجود رؤية مستقبلية وتسويقية لمدينة الدواء عن هذه الرؤية يحدثنا الآن الدكتور عمر ممدوح الرئيس التنفيذية لهذا المشروع العملاق فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الجمهورية الحضور الكرام برحب بساتة كفاندم ان مدينة الدواء جيبتو فارما مرت بمراحل تطور مختلفة العرض الاول بواسطة رئيس مجلس إدارة الشركة تناول إمكانيات ضخمة من حيث البنية التحتية والإنشائية والخانمات الشبكية وخطوط الانتاج والطاقات الانتاجية والرؤية الاستراتيجية وهذا يمثل فاندم المرحلة الأولى في هذا المشروع العرض الحالي فاندم سيوضح الخطط والمحاور للتحول من مرحلة المشروع إلى مرحلة التشغيل وتعظيم قيمة هذه المدينة وسنستعرض أيضا الاستراتيجية التسويقية للمدينة بالنسبة فاندم لمرحلة التشغيل بنعمل على ست محاول رئيسية المحور الأول هو الارتقاء لأعلى مستوى في ممارسات التصنيع الجيد أو ما يطلق عليه الهاي جي أم بي تبقى لمعايير منظمة الصحة العالمية المحور التالية فاندم تطبيق نظام جودة عالمي يتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية النقطة الثالثة ضخامة طبع المشروع يتطلب تطبيق نظام وإدارة حوكمة إلكترونية تقدر تربط كل العملات بالشركة من مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية والعملات الإدارية والمالية وخلافه وجود عناصر بشرية فاندم مدربة ومؤهلة وفعالة للتعامل مع أحدى استيكونوجيا المستخدمة في هذا المشروع أمر حيوي جدا ومنركز فيه في المرحلة دي تم الحصول على رخصة التشغيل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة الدواء وفرنا المواد الخام وبدأنا في الإنتاج واختبارات السبات والتكافؤ الحيوي بنعمل فاندم على تحديث المستمر للمستحضرات لأن طبعا فيها تم موجبة التطور العلمي في الأمراض والعلاجات المختلفة وإحتاحة كل ما هو جديد وفعال في هذا المجال دي ست محاورة فاندم اللي بنعمل عليها بالتوازي لتعظيم قيمة هذا المشروع وباختصار شديد سوف أستعرض الخطط الموضوعية لتحقيق هذه الأهداف المحاور الأولى فاندم الارتقاء بمارسة التصنيع الجيد والأمر هذا فاندم تطلب الحصول على شهادات وتقييم المؤسسات وجهات رقابية دولية وتقييم الصناعات الدوائية وتبقى لمعايير محددة ومعايير منظمة السحة العالمية الحياة فاندم أي مصنع مؤهل لدهذا التقييم يتم بناء على ثلاث عناصر أساسية وهذه العناصر متوفرة في مدينة الدواء العنصر الأول وجود تكنولوجيا في الماكينات الانتاجية تعمل على تقليل التدخل البشري ومرأبة كل عملات الانتاجية خلال نظام إلكتروني ذاتي لتوكيد الجودة وبرمجة كل الأنظمة بالعملات الانتاجية وكل فاندم الماكينات وكل المعدات المستخدمة في هذا المشروع الحياة كل معدة في إنتاج محدد في شركات متخصصة ومركات الحياة عالمية وتعتبر مرجعية في صناعة الدواء العنصر الأخرى فاندم وجود عناصر فنية مدربة وتنفس كل خطة التشغيل والتعامل مع التكنولوجيا والعنصر الثالث الالتزام بتعليمات القياسية للتشغيل لكل عملات الانتاجية وأي عملية انتاجية تخضع لهذه القياسات المحددة وتعتبر دستور تلتزم بالعمالة والصادلة لعاملين بهذا المشروع وفي في الشركة فاندم حوالي 180 SOP أو Standard Operating Procedures ما منديش فرصة للعملين بالخروج عن التعليمات التشغيل أو التجويد من طقاء نفسهم وفي حالة إخلال يتم التوسيق فورا وتقييم المخاطر بواسطة إدارة الجودة بتحقيق الثلاث عناصر دولة فاندم نستطيع أن نؤهل مدينة الدولة للحصول على شهادات اعتماد دولية ونعمل فيها منطقة القوة لتحقيق هذه الأهداف المحور الثاني يا فاندم بدأت الشركة في تطبيق نظام جودة عالمي متكامل يتوافق مع المعيين الأوروبية والدولية يعتمد في الأساس على بناء بيئة الجودة في كل قطاعات العمل وليس الاعتماد على الرقاب على الجودة نظام بناء الجودة فاندم لا يقدسر فقط بالنسبة للإنتاج والمعامل بل يكون أكثر شمولية لغطي كل العملات بالشركة من توزيع وتخزين وتعبئة وخدمة عملاء وتخطيط يتماشى النظام الجودة الذي تم بناءه في المدينة أمام تطالبات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي وهيئة الدواء المصرية المرحلة المقبلة سيتم الاستعانة بشركة متخصصة في تأهيل هذا الكيان للحصول على شهادات الاعتماد الأوروبية الإمية حتى نستطيع فتح أسواق للتصدير للاتحاد الأوروبي المهام الرئيسية فندم لإدارة الجودة في الشركة فيه ثلاث مهام رئيسية فيه يوجد مركز بحث وتطوير الأعلى المستوى لعمل كل التركيبات والتشغيلات للمستحضرات الجديدة ويوجد أيضا منطقة تصنيع العمل الأبحاث والاختبارات التجربية القسم الآخر فندم قسم رأبة الجودة وهذا مسؤول على كل التحقيق الخاصة بالعملية الإنتاجية من مماد الخام من أول وصول للمصنع أثناء التصنيع وبعد التصنيع وبعد حتى الترحب الأسواق وتقييم وتحقيق كل مناولات الهواء والضغوط جاخل المصنع الجزء الثالث أو قسم الثالث هو ضمان وتوكيد الجودة وده أفراد موكلين بهم يموجدين في منطقة الإنتاج دورهم هو التقييم والتحقيق والتوسيق في انضباط العملية الإنتاجية وإدارة المخاطر والشجاية والعملاء طبعا بالنسبة لنا أي ملاحظات المرضى والأطباء بما فيها اليقص الضوائية يتبقى منتبهين جداً لها وإدارة الضمان الجودة فاندم برضو معنية بتدريب المستمر لعناصر العمالة للانتزام بمعايير الجودة المحور الثالثة فاندم في نظام تشغيل وإدارة حوكمة إلكترونية وسيادتك بنتبق هنا نظام متطور جداً يطلق عليه الأس إي بي وده من أفضل أنظمة في العالم وبتطبقه معظم الشركات العالمية بيربط كل مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية والعمليات الإدارية والتوزيع والتسويق والتخزين كل هذا فاندم يرتبط في منظومة متكاملة الحقيقة مزايا هذا النظام أنه يتيح كل المعلومات الهامة لاتخاذ القرار يقلل خطأ البشري ويمنع أي نوع من التلاعب المحور الرابع هو الكوادر البشرية والحياة استعانى فاندم وخبراء الموارد البشرية لوضع الهيكل التنظيمي والسياسات لإنشاء كهام مؤسسي قوي وتم اختيار الكوادر خلط بين الخبرات وكفاءات الشبابية الوعيدة الحياة فاندم منظرنا وفلسفتنا للموارد البشرية لا يختصر فقط على إدارة شؤون الأفراد والشؤون الإدارية بل يتركز أساسا على زيادة إنتاجية الفرد ونشتغل على محاور كتير جدا لتحقيق هذا الهدف منه اكتزاب أفضل الكفاءات وضع أنظمة تقييم للأداء واضحة وأعادلة التدريب والتأهيل والتطوير المستمر للأفراد وضع بيئة عمل حديثة ومنافسة توفر حوافز لدعم العمل الجماعي والفردي هذه فاندم العناصر بنشتغل عليها لتحفيز وزيادة إنتاجية الفرد ويكون فينا عندنا كوادر وموارد بشرية على الأعلى مستوى المحور الخامسة فاندم التحديث المستمر للمستحضرات بنشتغل على ثلاث محاور توفير الأدوية الحيوية الأساسية للقطاع السحي في معظم العلاجات وخاصة الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكر والقلب وأمراض الأخرى بنسق مع هيئة الدواء لطرح أدوية حديثة زيادة فاتورة استرادية مرتفعة وزيادة توفيرها بأسعار وجودة مناسبة الجزء الثالثة فاندم الدخول في مجالات الصناعات المتخصصة والأدوية الموجهة مثل البايو تيكنولوجي زي البايو سيميلرز والأمصال وده فاندم المحاور اللي منشتغل عليها اللي منشتغل عليها في مرحلة التشغيل ونأمل بيها ان احنا تكون فعلا صرح دوائي حاصل على شهدات الجي أم بي من الهيئات الدولية بنطبق معايير الجودة بنتسلح بعمالة مدربة بنضار بالنظام حوكمة الكتروني وأخيرا نبحث دائما عن التحديث المستمر للمنتجات الجزء الآخر من العرض يرتبط بالاستراتيجية التسويقية ونعمل هنا على أربع محاور يمكن أول محور مهتمين جدا بالفوز بثقة المواطن والأطباء في جودة المستحضرات وضاهتها للشركات العالمية العمل النفسي والتقني مهم جدا في هذا المجال ونشرح في ساتك في الإسلاد القادمة بعد النقاط للتعامل مع هذا الهدف إذا كانت الدولة فعلا استثمارت في هذه المدينة بأحلس التكنولوجيا ومعايير الجودة يجب طبعا أن يصل للمواطن وأشعر بفعالية وجودة هذه المنتجات المحور الأخرة فاندم تلبية احتاجات القطاع الصحي بالدولة سواء القطاع الحكومي والتكامل في القطاع الخاص بدأنا فعلا بالتواصل مع هاية الشراء الموحد ومؤسسات أخرى لوضع آليات التعاون والدخول في مناقصات في المرحلة القادمة المحور الثالثة فاندم عمل شراكة استراتيجية وعود تصنيع مع شركات عالمية وبالفعل في وقت الحالي بيتم التفاوض مع شركات متعددة الجنسيات لوضع إطار لهذا التعاون وصلنا لمراحل متقدمة في التفاوض الجزء الرابع فاندم جزء التصدير وطبعا ده من أولوياتنا وكمرحلة أولى الاهتمام بالقارة الأفريقية وخاصة شرق ووسط أفريقيا حيث سيكون التسجيل للأدوية متبادل بين دولها والدول العربية الشقيقة التي تعتبر أسهل نسبيا في عامة تسجيل دواء مثل أسواق الليبيا، السودان، العراق، اليمن ثم دول الخليج العربي الشقيقة وستك فاندم شروط التصدير وبداية التصدير هو التداول في بلد المنشة والسوق المصري وطرحه في السوق المصري في المرحلة الأولى ثم بداية إجازة المصنع من الجهات الرقابية للدولة المصدر إليها ثم تبدأ إجراءات التسجيل يمكن من أهم عوامل بناء الثقة للمريض والطبيب للمستحضر أول حاجة طبعا هو الشعور بفعالية وكفاءة المنتج نحرص أيضا على اهتمام بكل التفاصيل ليست فاخة الفنية ولكن تكون تصميمات العبوات فريدة تعكس الجودة وتحزى بثقة العملاء والاهتمام بجودة المنتج بكل مرحلة تصنيعية انطباع النفسي على المواطن وتقديم المنتج في أفضل شكل ده من الأشياء اللي احنا بنهتم بها جدا في مدينة الدواء أيضا بنخطي تفندم لعمل زيارات ميدانية للأطباء لزيارة المدينة والاطلاع على خطوط الإنتاج وتطبيق معايير الجودة العالمية ونقل هذه الثقة للمريض والمجتمع المصري بنشكل فريق تسويق مبيعات على الأعلى مستوى للتواصل مع الأطباء وهيئة التمريض والصيادلة تقديم المواد التعريفية بالمنتجات والعينات والمشاركة في المؤتمرات العلمية والدارات التعليمية احنا فندم عايزين نبني دور في نشر الوعي الدوائي والصحي والاستخدام الرشيد للدواء ايضا مستهدف عمل خطة ممنهجة لتعريف المجتمع بالشركة ومستحضراتها وبناء جسور الثقة مع المجتمع اخر نقطة فندم يمكن احنا المرحلة دي مرحلة الأدوال الحيوية والأساسية من تطلعاتنا من تطلعاتنا نعمل شراكة في مجال صناعات المتقدمة والمتخصصة وتمكن المواطن من حصول على هذه الأدوية الحقيقة الدقيقة للأمراض المزمنة والمستعصية وفعلا يا فندم موجود المرحلة الثانية والأرض متواجدة بكل خدمتها وبنجد يا فندم خبرات النهاردة بنستعين بخبرات الشركات العالمية في هذا المجال واخيرا يا فندم نعمل ان تكون مدينة الدواء جبتو فارما احد ازرع الدولة في دعم المنظومة الصحية برامج التأمين الصحي الشامل والفوز بثقة أهلنا في تقديم دواء آمن وفعال وبجودة عالية وفي متناول شرائح المجتمع المختلفة شكرا فندم آي آيمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة